أهلا بكم من جديد قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الأسرى في سجن عوفر قرارها نقل نحو ستين أسيرا قاصرا إلى سجن الدامون دون رفقة ممثليهم وأوضحت الهيئة في بيان صعوفي أن الأسرى في مختلف سجون الاحتلال رفضوا هذا الإجراء واعتبروه خطرا يهدد مصير الأسرى القاصرين كما هددوا بخطوات تصعيدية في حال تم ذلك من جانبه قال نادي الأسير الفلسطيني إن قرار إدارة سجون الاحتلال هو سلب لأحد أهم إنجازات الأسرى التي جاءت عبر عملية نضالية طويلة وأضاف النادي أن الأمر سيطبق تدريجيا على بقية السجون التي يقبع فيها الأسرى الأطفال ويبلغ عددهم 200 طفل ينظم معنا من رمالة الأسير المحرر والكاتب في شؤون الأسرى سيد عصمة منصور مرحبا بك سيد عصمة سلطات الاحتلال إذن تقرر نقل ستين أسيرا من من يعدون قاصرين من سجون الأحداث إلى سجون البالغين ما هي خطورة هذه الخطوة الإسرائيلية؟ هذه خطوة تصعيدية بشكل كبير ضد الأسرى الأشبال أو الأسرى الكاصرين في سجون الاحتلال الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الأسرى مساعدة هؤلاء الأطفال هي من خلال وجود أسرى كبار أسرى كدماء بينهم تقديم الرعاية لهم الإرشاد حمايتهم من إجراءات سلطات الاحتلال التي لا تقدمنهم أي امتيازات رغم أن القانون يمنحهم مزيد للحقوق والامتيازات ولذلك حرمانهم من هذا الامتياز الوحيد الذي فرض بالنضال بأن يكونوا برفقة أسرى كبارة وعلى أقل تحت إشراف أسرى كبار وكدماء سحب هذا الإنجاز يشكل خطر وتهديد لهؤلاء الأسرى الأطفال وتصعيد خطير ضدهم أعتقد أن مثل هذه الخطوة إذا ما طبقت وإذا كانت كما يشاع وكما تروج مصلحة السجون هي جزء من مخطط لفصل الأسرى الأطفال كليا ووضعهم في زنازين انفرادية كل اثنين معا أعتقد هذا سيثير حالة من الغليان والغضب داخل السجون ولن تمر هذه الخطوة دون وقفة من كل السجون ومن كل الأسرى كما سمعنا اليوم الأسرى الأطفال هم عرضة بشكل يومي ومباشر لانتهاكات مصلحة السجون وأيضا لتضييقاتها ويجرى لهم عملية مسح دماغ وعملية تضييق وعملية إذلال يومي وهم غير قادرين على إدارة حياتهم اليومية ولا فهم الواقع الذي تضعهم فيه مصلحة السجون لذلك هذه الرعاية والإشراف هي عملية حيوية وكما قلت وهنا مهم أن نشدد هذه المسألة انتزعت من خلال النضال إضربات الأسرى هي التي أجبرت الاحتلال على السماح بوجود أسرى كبار معهم الاحتلال يتذرع أن هذا يأتي لمصلحة الأسرى للأطفال وأنها تقدم لهم لعاية خاصة وبالتالي هذه حقوق خاصة بالأطفال وعزلهم يؤمن لهم هذه الحقوق هذه ذرائع واهية ولا حقيقة لها طيب سيد عصمة الحركة الأسيرة لوحت بإجراءات تصعيدية في سجون الاحتلال احتجاجا على هذه الخطوة الإسرائيلية ما هي الخطوات التي تلمح لها يعني الأسرى إذا ما تحركوا بشكل جماعي خطواتهم ستكون أولا من خلال رفض هذه الخطوة وبعث رسائل بشكل جماعي من مختلف السجون برفضها وأنها في حال نفذت سيتباح خطوات وهذه الخطوات قد تبدأ بالاحتجاج وترجيع وجبات طعام وصولا إلى الاعتصام داخل الغرف أو رفض النكل والتمرد على كرات النكل وغيرها من الإجراءات وربما يتباح أيضا إجراءات من خارج السجن لأهالي الأسرة ولمؤسسات الأسرة مثل هذه الخطوة لا يمكن أن يسلم بها خاصة أنها تعدي رجوع إلى الوراء إلى ما قبل أكثر من 20 عام في 92 بدأت هذه الخطوة وهذا الإنجاز يتحقق لذلك والآن نتحدث عن 200 أسير تحت سن 18 عام وفي ظل هجمة كبيرة تشنها مدرية السجون عليهم وفي ظل تضييق كبير يطالهم ويطال عائلاتهم في ظل أحكام رادعة تمارس ضدهم وفي ظل تحقيق وحال التعذيب ممنهجة كل هذا يأتي في هذه الظروف أعتقد لن يمر مرور الكرام والخطوات قد تطال من ترجيع الوجبات والاحتجاج إلى الاعتصام في الغرف وصولا ربما إلى رفض القرار والتمرد عليه عموما لا يجب أن يكون هناك أسرى أطفال هذا من ناحية المبدأ شكرا لك سيد عصمة منصور أسير محرر وكاتب في شؤون الأسرى